اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم كنا نسمع دوما بالخلاف بين هيئة تحرير الشام وعدد من فصائل المعارضة في السنوات الماضية واليوم بتنا نسمع عن خلافات داخل الهيئة ذاتها فاستيقظنا على استقالة الوجه البارز في هاب اليقضان المصري وهو محسوب على التيار الاجنبي في الهيئة تيار يقال إن خططا تحضر لتصفيته أو إخراجه من سوريا وذلك في الوقت الذي يسلق فيه التيار المحلي نهجا براغماتيا يمثله زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني الذي دعا سابقا إلى تشكيل مجلس عسكريا موحد في إدلب ومد يده لكل من يريد المشاركة في الحكومة وغازل أنقرة بعد تأييده ضمنا لعملية شرق الفراتة هذه براغماتية عكرت على ما يبدو العلاقة بين أفراد البيت الواحد المهدد اليوم بالتصدع وذلك بعد وقوفه على شفا حفرة من حرب تعمل أنقرة على إبعادها عن إدلب وفي محورنا الثاني مشاهدين أجواء الحرب الباردة في ثمانينيات القرن الماضي تعود بين واشنطن وموسكو علقت الأولى معاهدة الصواريخ فردت الثانية بالمثل وبدأت بإنتاج الصواريخ ذلك تصعيد قد تنعاكس ارتداداته على الأرض السورية أكثر الحلبات المؤهلة لصراع غير المباشر وقد تغير خطط ترامب للانسحاب من هناك خاصة في ظل ضغوط عليه تدعوه لعدم مغادرة سوريا وتركها للروس أهلا بكم مشاهدين من جديد قدم بوليقضان المصري استقالته من هيئة تحرير الشام باعتباره شرعية جناح العسكري للهيئة وبحسب مصادر إعلامية تتبع للهيئة فإن استقالة المصري جاءت إثر اختلاف في الرؤى وتسريبات إعلامية تتحدث عن خطة تركية أو أيضا هناك تسريبات إعلامية تتحدث عن خطة تركية روسية تهدف للقضاء على الهيئة عبر تفكيكها إلى مجموعة صغيرة ودمجها في فصائل المعارضة المزيد في هذا التقرير منذ سيطرتها على محافظة إدليب وريف حلب الغربي تصاعد الحديث بين مؤكد ومسرب حول هيئة تحرير الشام التي يقال إنها بدأت بالتحول تماشيا مع متطلبات المرحلة بعيدا عن الخطاب الجهادي سالكة لغة بارغماتية يبدو أنها لم ترغ لكل من في الهيئة ما أوقعها في مطب الخلافات والانشقاقات الداخلية أحدث ما حصل استقالة أبو اليقظان المصري أحد قيادات الهيئة وشرعي الجناح العسكري فيها ومن أكثر الشخصيات دلية في الهيئة وهذه استقالة أكدها الزبير الغزي على حسابه على تويتر مشيرا إلى خلاف كبير بين مكونات الهيئة وهو ما يؤكد ربما معلومات نشرتها بعض المواقع كصحيفة يني شفق التي أشارت إلى خطة تركية تهدف إلى تفكيك الهيئة بتفويض الروسي وتحويلها إلى جماعات صغيرة تندمج لاحقا مع فصائل المعارضة استقالة أبو اليقظان جاءت بعد قرار من الهيئة منعت فيه الفتاوية والأحكام الشخصية والتعليق على شخصيات وملفات إقليمية ودولية دون الرجوع إلى قيادة تحرير الشام وهذا قرار يبدو أنه أثار حفيظة التيار الأجنبي داخل هيئة تحرير الشام وأشعل خلافا كذلك مع تنظيم حراس الدين الذي يتبادل الاتهامات مع الهيئة في الآوينة الأخيرة حول عدة قضايا وثم تمن يرى أن ما يجري مرتبط بما قدمه أبو محمد الجولان زعيم هيئة تحرير الشام قبل أسابيع حيث دعا إلى ضرورة تشكيل جسم عسكري جامع في إدلب وغازل ضمنيا الأتراك وإيد أي عملية يتم أطلاقها شرق الفرات ضد وحدات حماية الشعب وهذا خطاب لين أفرز عدة أجنحة داخل هيئة تحرير الشام التي تواجه اليوم خطر اقتتال داخلي ورغبة دولية في حسم ملفها تجنبا لأي عملية عسكرية تحضر لها روسيا مع نظام الأسد إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز الجسور للدراسات ومعنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من أنطاكيا مدير تحرير موقع نداء سوريا سيد فراس فحام مرحب بكم ضيفي سوريا اليوم أبدأ معك سيد فحام بتقديرك استيقالة أبو يقدان المصري يعني هل هي ذاتية هل خرجت منها أم أنه أقيل بشكل أو بآخر يعني بمعنى آخر إن أردت إعادة صاغة السؤال هل هو ليس راض عن الخط الذي يعني تتخذه الآن هيئة تحرير الشام أم أن الهيئة على العكس بدأت تشعر بهذه الشخصيات أنها عبأ عليها يعني بدأت بمحاولة استبعادها مساء الخير تحياتي لك وليسادة المشاهدين ولضيفك الأستاذ عبدالوهاب في الحقيقة كلا الإجابتين أو الإجابة على السؤال تتألف من شقين الأول أن الخلافات أو أن الرفض الذي قام به أبو اليقظان لموافقة هيئة تحرير الشام على اتفاق سوتي في شهر أيلول الماضي كان بداية الطريق أو بداية الاعتراض من قبله ومن خلفه التيار المصري أو جزء كبير من التيار المصري على سياسات الهيئة أيضا يضاف إلى ذلك أن هيئة تحرير الشام وقيادتها التي تتصف بأنها براغماتية بدون سقف استخدمت أمثال أبو اليقظان في هجومها وفي تحشيد العناصر في الهجوم على الفصائل يعني شخصيته كانت مناسبة تماما لكي يحشد العناصر والجنود خلفه هو يملك مهارة خطابية كبيرة ويملك بعض العلوم الشرعية استخدمته هيئة تحرير الشام في تحشيد العناصر وفي المعسكرات ضد الفصائل الأخرى الآن الظرف تغير والهيئة تريد الآن أن تقدم أوراق اعتمادها الدولية وتريد تقديم أوراق اعتمادها الإقليمية وبالتالي لا بد من التخلص من هذه الواجهات وبنفس الوقت فإن نفسه أبو اليقظان لم يعد على ما يبدو يجد أن له مكان في صفوف الهيئة بعد هذه التغيرات الجديدة وأقبال الهيئة على إنشاء مجلس عسكر الجديد بقياد الضباط منشقين وما إلى هناك طبعا الآن هناك هيئة تحرير الشام هي على أبواب خطوات جديدة أيضا الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع رغم أنها هي من عطلته قبل عدة أشهر ورفضته الدعوة إلى تشكيل قيادة سياسية وعسكرية جديدة إلى إدلب مشاركة جميع الفصائل بها طب يعني صنعنا قش هذا في سياق المحور بشكل أكبر سيد عاصي هل هيئة تحرير الشام قادرة على مواجهة هذا الطيار الذي يعني يتم وصفه بأنه متشدد أو رادكالي بشكل أو بآخر لا سيما يعني أنا هناك مقاتلين أشداء ويعني أعدادهم ليست قليلة وهناك فصائل مثل حراس الدين وغيرهم أهلا بكم وبجميع مشاهدي تلفزيون سوريا وأيضا بضيفك الكريم في راس فحام أعتقد أن الهيئة قادرة على ضبط هذا هؤلاء الشخصيات إن كانوا منفردين أو التيار إن كان هناك فعلا وجود تيار طبعا سابقا كان لهيئة تحرير الشام تجربة مع هذا الأمر في أكثر من مناسبة حينما حاول تنظيم القاعدة إنتاج أو التحرض على إنتاج فرع جديد له في سوريا سواء عبر أنصار الفرقان ولاحقا عبر حراس الدين وربما قبل أنصار الفرقان أيضا تنظيم خراسا ضمن هذا السياق يمكن أن يفهم إذا كانت هيئة تحرير الشام قادرة على تقويض أي حركة لإنتاج فرع جديد لتنظيم القاعدة فهي بنفس الوقت أيضا أحرى بالقدرة على ضبط أي حال التمرد داخلها أو حالة اعتراض إن صحاء التوصيف يعني فيما يخص على أبو اليقظان المصري في التحديد المجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام في منتصف عام 2016 أصدر قرارا أو أصدر فتوى بطبيعة العلاقة علاقة الهيئة مع تركيا ووصفها بأنها تقوم على المصالح طبعا من حينها المجلس الشرعي يعني عول على نفسه أو أعطى نفسه وخولها آلية تحديد صفت العلاقة الإقليمية أو صفت العلاقة مع الدول أبو اليقظان المصري في أكثر من مناسبة تحدثة على أن العلاقة مع تركيا غير متناسبة آخر التصريحات كان حول معركة شرق الفرات حينما حرمها طبعا خرج الجولاني بعدها ليخاطب الأتراك بشكل براغماتي ويحاول أن يستعطف أو يسترضي ودهم من خلال المدح بهمية المعركة بالنسبة لهيئة تحرير الشام طبعا ضمن إطار خطاب سلفي جهادي محلي لأنه وصف أن المنطقة فيها عشائر سنية بين قوسين يعني ضمن هذا السياق يفهم بأن أي حالة خروج عن هذا النسق أي النسق الجهادي المحلي الذي تتجه نحو وهيئة تحرير الشام من خلال إعادة تعريف خطابها الإعلامي إعادة تعريف خطابها السياسي إعادة تعريف خطابها حتى الشرعي الذي تبناه المجلس الشرعي في حزيران 2018 يعني بالضرورة أن أي جهة سوف تخرج عن هذا الإطار سوف يتم هل يمكن أن تنجح هيئة تحرير الشام بإعادة تصدير نفسها بهذا الشكل يعني بعد التعميم الذي صدر بما يخص الخطاب الإعلامي إن استطاعت ربما أيضا عزل بعض الشخصيات غير المرغوب بها من المجتمع الدولي أو على الأقل من قبل الجيران هل يمكن أن تنجح في إعادة بناء نفسها بهذا الشكل ولا يبدو أنها قد نجحت بذلك بعد إعلان فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة في الحقيقة ما تعول عليه هيئة تحرير الشام أو قيادة هيئة تحرير الشام الحالية هي تقديم خدمات دولية وأقليمية حتى تستطيع أن تقدم نفسها كلاعب محلي لا يمكن تجاوزه وفي هذا السياق أتى سيطرتها على ريف حلب الغربي وقطع الطريق بين عفرين وبين ريف حلب الغربي وأيضا في هذا السياق الآن عمليات اعتقال المقاتلين الأجانب التي حصلت قرابة 15 مقاتلا في نهاية العام الماضي وجرى تسليمهم إلى بلدانهم بينهم فرنسيين وقوقاز وغيرهم هي تحاول أن تقدم نفسها كلاعب أساسي وكجهة قادرة على تقديم خدمات متعددة على أمل أن تقوم بتعويم نفسها والآن في مرحلة تحييد الشخصيات الخلافية والتي تستهدف العلاقات مع الجوار جاءت عملية إقصاء أبو اليقظان وكما أشار ضيفك من غازي عنتاب كانت الإشكالية الكبرى هي تحريمه للقتال في شرق الفرات واعتباره استهدافه الجيش التركي كلاميا واعتباره أنه جيش علماني لا يجوز قتال معه وما إلى هناك بالتالي الآن هي تحاول هيئة تحرير الشام اليوم هي تحاول ويبدو أنها كما قلنا أنها لا حدود ولا سقف لبراجماتيتها وقيادتها تقبل أن تقدم المزيد من التنازلات في سبيل أن لا يتم استهدافها كتنظيم بالدرجة الأولى وثانيا لتحييد أو لتجنب عملية عسكرية على أدلب وكما قلنا هي مقبلة الآن على خطوات جديدة إبراز أو دفع ضباط منشقون إلى الواجهة يعني أرهب إلى سيد عاصي وأنترح من نقطة تحدث بها سيد فحام وهو موضوع يعني إخراج المقاتلين الأجانب التابعين لهيئة تحرير الشام خارج سوريا يعني شفق تحدثت عن وجود خطة تركية روسية تذهب أيضا في هذا السياق هو حديث عن إخراج لهؤلاء المقاتلين الأجانب وتضمين المقاتلين المحليين في فصائل أخرى تعمل في الشمال السوري هل هذا السيناريو قابل للتطبيق بشكل أو بآخر سيد عاصي يعني دعينا ننطلق من فكرة أن هيئة تحرير الشام تريد البقاء والحفاظ على بقائها وسيطرتها هذا أدى في مرحلة من مراحل إلى تبني مشروع السلفية الجهادية المحلية أو الاحتماء تحت مظلة هذا المشروع وبطبيعة الحال الاحتماء تحت مظلة هذا المشروع يقتضي التماهي مع السياسات الأقليمية بمعنى أن الحماية التي تطلبها هيئة تحرير الشام يجب أن تتوافق سياسات الضامنين الدوليين لا سيما تركيا وهو ما أشار إليه مؤخرا الجولاني بشكل أو بآخر وتحدث به قبل نصف عام المجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام هذا السياق يحدث كيفية تعامل هيئة تحرير الشام هيئة زبير الغزي يوم أمس أو أول أمس حينما قال في تغريدة بأن هيئة تحرير الشام يجب عليها أن تتعاون مع تركيا وتنسق لدفع الأعداء كما وصفه ذلك بالتالي عملية ضبط الأجانب وما إلى ذلك أعتقد أنه يتناسب مع قدرة هيئة تحرير الشام على إعادة تعريف نفسها وفق متطلبات الرعين أو الضامنين الدوليين إذا كانت ضامنون الدوليون فعلا يذهبون باتجاه إنهاء أي وجود أجنبي فهذا يقتضي بطبيعة الحال على تقويض أو إنهاء حركة المقاتلين الأجانب أو احتمال آخر محاولة تطويع هؤلاء المقاتلين الأجانب بما يتناسب مع السياسة العامة التي تتخذها هيئة تحرير الشام طبعا هذا في طرف إذا كانت أطراف أخرى لا تتوافق مع هذه السياسة مثل حراس الدين وأجزم بهذا الأمر فإن تنظيم حراس الدين سوف يكون الجهة المقبلة لهئة تحرير الشام لكي تقوم بإنهائه أو تفكيكه لأنها بدأت بختال هذا التنظيم في مرحلة من المراحل هل هذا ممكن سيد عاصي هل هذا ممكن يعني كيف يمكن أن نقرأ أو نفهم حجم حراس الدين كفصيل يعني ما مدى قوته ما مدى قدرته على المقاومة ربما طبعا حراس الدين هو إحياء لفشل تنظيم القاعدة بتشكيل فرع آخر له سمى نفسه حينها أنصار الفرقان كلمة إخفاق تنظيم القاعدة في إحياء نفسه يعني هي مؤشر مهم على مدى قدرت هذا التنظيم ومدى إمكانياته وسيطرته على الأرض أي حراس الدين أعتقد أن هذا التنظيم قدراته محدودة تستطيع هيئة تحرير الشام ضبط هذا الملف دعينا ننشير إلى نقطة أن هيئة تحرير الشام ربما في مرحلة من المراحل لم ترد إنهاء هذا التنظيم بشكل كامل إنما محاولة فقط تقويض قدراته أو إرسال رسالة له بأنه لا يمكن له إعادة إنتاج نفسها أو إبراز قدرات لأن هيئة تحرير الشام كانت وما زالت تناور في مشروع السلفية الجهادية المحلية لا تزال هيئة تحرير الشام لا تمتلك جوابا عن مدى قبول الأطراف الدولية لها إذا كانت هيئة تحرير الشام تسترضي تركيا هذا لا يعني بالضرورة أن تركيا قبلت بشكل كامل أوراق اعتمادها أو سلوك أو سياسات هيئة تحرير الشام لذلك فهيئة تحرير الشام مضطرة للتعامل بشكل أو بآخر بشكل براغماتي مع حراس الدين طيب طيب سكسية فحام يعني هذا التعامل الذي يتحدث هذا التعامل الذي تحدث عنه السيد عاصي هل هو كاف برأيك بالنسبة للمجتمع الدولي لإلغاء صفة أن تكون هيئة تحرير الشام تنظيما إرهابيا أم أنه يعني ربما يكون مطلوب منها ما هو أبعد من ذلك يعني دعينا نشير أن المجتمع الدولي ليس مهتما أو لا تعنيه كثيرا مسئلة بقاء الهيئة كتنظيم إرهابي أو غيره المعنى بالدرجة الأولى هو تركيا على اعتبار أنها كانت ضامن في اتفاق سوتي وهي من تولت ملف التنظيمات الراديكالية وفي الحقيقة المتتبع أو المراقب للسياسة التركية في التعامل مع هيئة تحرير الشام يرى أنها تتراوح بين الاحتواء والتفكيك والتوظيف توظيف في إنهاء ملف المقاتلين الأجانب وكون الهيئة خبيرة في التعامل معهم وأيضا احتواء المقاتلين السوريين ودفعهم باتجاه تنظيمات سورية خالصة وأيضا التفكيك وقد أشار سابقا الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في بداية أو بعيدة التنفيذ أو بعيدة التوصل إلى اتفاق سوتي بأن الاستخبارات التركية تعمل بشكل وثيق من أجل إنهاء هذا الملف وبالتالي كما قلت لك الاستراتيجية أو الرؤية التركية للتعامل مع هذا الملف تتراوح بين الاحتواء والتوظيف والتفكيك وبالتالي لا يمكن الحديث عن تعامل دولي أو تعويم دولي لهيئة تحرير الشام بشكلها الحالي دون أن تفكك نفسها ودون أن تذوب في المسميات الموجودة أو المعروفة بالمعارضة المعتددة بين القوسين كما توصف أود العودة إلى نقطة كنت قد أثرتها منذ قليل هل الخلاف اليوم داخل التحرير الشام هو فقط معني بالتعامل مع تركيا كما تحدث صراحة أبو اليقظان المصري أم أن الأمر أيضا متعلق بالسياسة التي يذهب فيها الجولاني بعد السيطرة على إدلب هو يتحدث الآن عن قيادة عسكرية موحدة هو يتحدث عن أدوار أوسع ربما لحكومة الإنقاذ هل هناك أيضا خلاف على ما يجري داخل إدلب بالتأكيد نعم الخلاف ليس فقط على مسئلة التعاون مع تركيا وإنما النهج بشكل كامل لا بد من الإشارة أيضا أن هناك قيادة بارز كان على وشك الانشقاق ولا تزال المفاوضات جارية بينه وبين زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني والحديث هنا عن قائد جيش الشام أبو مارك التلي هو أيضا من القيادات البارزة المستاءة من نهج الجولاني الأخير وأيضا هناك بوادر أو هناك توجه من قبل الهيئة حاليا لتصفيت وأنهاء تنظيم حراس الدين والذي أصدر قبل يومين بيانا كان واضحا فيه وأشار إلى أن التوجهات الجديدة لقيادة هيئة تحرير الشام مريبة وغير سليمة وذلك على خلفية معلومات وصلت إلى هذا التنظيم بأن هناك تحركات من قبل الهيئة لضربه وبالتالي القيادات المحسوبة على السلفية الجهادية أو الجهاديون التقليديون داخل الهيئة يرون أن الخطوات الأخيرة للهيئة هي خطوات بعيدة عن نهج الجماعة وبالتالي قد نرى في المستقبل القريب المزيد من الانشقاقات لكن أيضا لا بد من الإشارة إلى أن قيادة الهيئة ممسكة بزمام التنظيم أمنيا واقتصاديا وهذا ما جعلها إلى يومنا هذا قادرة على المراوحة بين التعاوم مع الفصائل الأخرى وبين أيضا استهدافها وضربها ثم التحالف مع فصائل مختلفة المنهج قبل أن أنهي المحور بعجالة سيد عاصي بتقديرك ما هو الدور المرسوم لهيئة تحرير الشام الآن في المستقبل القريب نحن أمام احتمالين إما تحاولنا تركيا والضامنون الدولون يحاولون بشكل أو بآخر احتواء تصرفات هيئة تحرير الشام واحتواء التيار اللجنبي داخلها واحتواء التيار المعاولة من صحة التوصيف ودفعه باتجاه فعلا التبني مشروع المحلية ومن ثم محاولة حل هذا المشروع ضمن سياق محلي أكبر بمعنى أن هيئة تحرير الشام ورطت نفسها بمشروع المحلية بشكل أو بآخر سوف يؤدي في النهاية إلى تفككها أمنيا السيناريو الآخر أن هناك محاولة من قبل الضامنين الدوليين لإبعاد هيئة تحرير الشام بشكل أو بآخر عن نظام وقف أطلاق النار محاولة تثبيت هذه الأولوية أي الحفاظ على الاستقرار ومن ثم إنهاء هذا الملف بشكل أو بآخر عن طريق حله داخليا أشكرك شكرا جزيلا الباحث في مركز جسور للدراسات عبدالوهاب عاصي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب والشكر موصول لك أيضا مدير تحرير موقع نداء سوريا سيد فرس فحام كنت معنا من أنطاكيا مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة محورنا الثاني فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة